انا عايز بس ايه اخد جيمي قبل ما اروح بس للقرع بتاع الدولة ابطال الاوروبا بكرة ودي نقطة مهمة جدا وسألك سؤال مباشر وصريح وسهل مين ياخد الدولة الانجليزة في الاخر؟ منشيستر سيتي ولا ارسل؟ ولازم افكرك قبل ما نجاوب تمام؟ ان ايما المصطفى ممكن يزعى منك زي بلنا الاعلامي يرضي المحترم ايما المصطفى لو قلت منشيستر سيتي عشان هو بيحب ارسل اكتر من محمد النينش فهم؟ هنخضر حاجات كديرة تتكسر فتحاصر اكترك الاجابة ارسل عندنا واحد زمان ايما المصطفى ده بيحب ارسلال غالبا اكتر من ملك ارسلال لليبان يعني جنسية لانطانيا تجارب مريرة يعني يفرج على منشيط مع ايما المصطفى لأرسلال يعني خلينا اقولك انه طبعا مش اقول اكل شيء ولا هقول انه في النهاية الكورة لسه بدري والسيزين لسه بدري لكن اللسكوادسق بتاع السيتي طبعا يديله الدوري و انا بغمض ارسلال يقدم موسم ممتاز لكن خلينا افكرك موسم لستر كريم موسم لستر لستر دخل السيزن زي ما ارتتا دخل السيزن انه مستهد في لطوب فور ارسلال مستهد في لطوب فور ما يوحاسب عليه امام الملاك هو ال 적 تأهل لي اللي فشل في اللحظات الاخيرة الفى الامطار الاخيرة انه يكغلها getting to Desktop فيش حاسم ارتيتا على طوب فور أعتقد أنه بشكل كبير حسما لكن رغم أنه الموسم لسه بدل لكن حسب أداء والشكل لكن عمق القائمة بتاع أرتتة لا ما يدوليش فرص كتير أنه ياخد الدوري وفي بعض الفرقة هتستعيد عفياتها بعد كاس العالم وقبل كاس العالم حاجة وبعد كاس العالم حاجة وخلينا ننتظر لبعض كاس العالم لكن أنا رأي أن عمق القائمة بتاع السيتي يدي له الدوري وعلى أرسنل إذا ما أراد الحفاظ على فرصه والمنافسة على الدوري أن يحدد أولوياته فيما يتعلق بالأوروبا ليج النهاردة مباراة زيوريخ أصر بشكل كبير على دقاب بعض اللعيبة تحديدا بوكايو ساكا ومارتينيلي وبين وايت كانوا مجهدين بشد واضح تماما في الملعب أنهم مجهدين بشد فالسكواد يدي الأفضلية للسيتي لكن هرجع وقولك قبل كاس العالم حاجة وبعد كاس العالم حاجة متعصر أنا أجبني بقى حاجة ملحوظة كده على الهام الشان في إنجلترا أرسنل متصدر في إيطاليا نابليون متصدر لحد النهاردة كان يونيون برلين متصدر في ألمانيا فالفرق اللي يقوله بينكو سين يعني مش غنية والفرق اللي بتصرف كتير هي المتصدرة دوريات الأوروبية الكبير بغض النظر أن يونيون برلين النهاردة غالب من ليفركوزين خمسة يعني وفقد استدارة لصراح باربيونيخ بس الحالة دي حلوة في الكورة إنه الحكاية مش حكاية الناس بتحبك كده كريم أنا صدفة ما أنا كنت في إنجلترا وقت فوز ليستر بالدوري وكنت شايف البلد اوب بتاع أحساس الناس في الشارع خاصة ليستر بعيدة حتى عن لندن يعني كتناس عايزة الفيري تيل دي عايزة القصة الرومانسية الخيالية دي يعرف أنت زي روبين هود يعني حد بيسرق من الاندياك كبار بطل غلبة أه بطل غلبة حد بيسرق من الاندياك كبار النقط ويديها للوقت فبالتالي لما حصلت في موسم 2016-2017 كتناس مبسوطة قوي بالنسبة لإيطاليا أنا راجل إنتريستا إنتر بإخسارة النهاردة بيأكد أنه بادي الموسم بعيد لو في نادي تاني أتمنى أنه ياخد اللقب أكيد أتمنى ناره لي فنتمنى اللي أنت بتقول ده يحصل حد لك النهاردة معنش لها سفوات كتير أتكلم على مباراة الإنتر وليوفي النهاردة لأنا عودة إن شاء الله أنا وجيمي فرحاني لليوفي أكتر من الإنتر خدت بالي نحب نفرح لك زي ما فرحنا لأيمن مصطفى النهاردة سحب نحن خاطر أرسنل كده كده أنا المتنمي يتقوش معنا ماشا كريم ما قد نشك حد والله خدأ لا إيوبي ولا إنتر ولا أرسنل ولا أرسنل ولا جيلسي فعلا لسه ما دخلتش عن فريق يعني هنرجع لفريقك اللي تروأ النهاردة برضو ماشا مين يونايت فريق مش ساكش مش فاهمين فيه مكر نحو النهاردة محصرش